اشتركوا في القناة روسية بالقرب من الحدود المغربية الى التفاصيل قال رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز اليوم انه لا يجب تشبيه ما وقع في اوكرانيا وطموحات المغرب لاستعادة سبتا ومليليا وذكر سانشيز في مقابلة مع التلفزيون الاسبانية العمومية ان المقارنة مختلفة تماما بين الغزو الروسية لاوكرانيا وطموحات المغرب لاستعادة سبتا ومليليا وقال انه لا يقارن الوضع في اوكرانيا اكثر دراماتيكية على العكس من ذلك لدينا علاقة استثنائية مع المغرب ونحن شركان استراتيجيان من ناحية اخرى اعرب رئيس الحكومة الاسبانية عن قلقه من توسع روسيا في افريقيا خاصة في المناطق التي تعتبر اساسية بالنسبة لنا مثل الساحل ووامالي حيث تتبع الجماعات الموالية للنظام بوتن الاسلحة للعصابات وتنظيمات مختلفة في المنطقة في اشارة الى مجموعة وفي خبر اخر كشفت معطية حديثة ان الجارة الشرقية الجزائر زرعت كاميرات متطورة على طول حدودها مع المغرب وهي الكاميرات المخصصة لمراقبة الحدود الغربية ومن صنع روسية ونقل موقع عربي بوست اليوم الاربعاء عن مصادر قال انها خاصة ان الكاميرات المتطورة التي نشرتها الجزائر على الحدود مع المغرب على يد الدركة الحربية ستكون مهمتها مراقبة الحدود من الشمال الى الجنوب الى جانب ما عززته الجزائر من خنادق على مساحة وسعة من الخط الحدودية ولزلت العلاقة بين الجزائر والمغرب تشهد توثرا منذ عقود تدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية وهو التوثرة الذي بلغ اقصى درجته منذ الشهر يوليوز الماضية حيث اعلنت الجزائر قطع علاقتها الدبلوماسية مع المغرب ثم اعلنت اغلاق اجوائها امام الطائرات المغربية وتزايدت التوطرات في الاشهر القليلة الماضية بعدما وجهت الجزائر اتهامات مختلفة الى المغرب من بينها التجسس على مسؤوليها والتورط في اشعال حرائق الغابات والوقوف وراء حدث مقتل مواطنين لها في طريق الى موريتانيا نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء